السلام عليكم آسف أصدقائي إذا الإضاءة هذا اليوم ليست بالجيدة لكن أصدقائي جمعت لكم أخبار جد مهمة لأحداث حصلت في ألمانيا نبدأ بالحدث الأول صراحة الذي صدم الجميع جريمة بشعة رجل عمره 64 سنة لم يتم ذكر جنسيته قام بالمنطقة التي يعيش فيها بلانغفايد في مقاطعة بايرن وهي بالقرب من مدينة أوغسبورغ بحمل سلاحه وإطلاق النار على جيرانه قتل ثلاثة من جيرانه قتل امرأتين واحدة عندها 49 سنة الأخرى عندها 72 سنة وأيضا قتل رجل عنده 52 سنة بعد ذلك توجه إلى بناية سكانية قريبة من محل سكنه وأطلق أيضا هناك النار على شخصين وجورح جروح خطيرة شخصين واحدة عندها 32 سنة والآخر 44 سنة لا توجد معلومات كثيرة عن الدوافع لماذا قام بهذا الأمر يقولون بأنه كان مسجلا بنادي للرماية لذلك كان عنده سلاح ألقي عليه القبض وما زالت التحقيقات الآن مستمرة وتم اقتياده هذا اليوم إلى قاضي التحقيق لمعرفة تفاصيل أكثر كما قلت لكم لا توجد معلومات لا على جنسيته ولا دوافعه هناك فقط شكوك تقول بأنه كان عنده خصام مع الجيران لكن لماذا قام بهذه الجريمة البشعة ولماذا غدر بالأبرياء فلا يعرف نتمنى الشفاء العاجل لضحاياه وتعزين الحارة لأسر القتلى المغدورين نمر أصدقائي أيضا إلى خبر آخر تناقشه الصحافة الألمانية وحصلت أحداثه بمدينة بيرلين نشب حريق بأحد البنايات العالية في بيرلين كرويتسبرغ هي بناية كبيرة جدا بها تقريبا خمسة عشر دورا بالدور الثاني عشر بالطابق الثاني عشر حصل هناك حريق بأحد الشقق وجاء الإسعاف وجاءت أيضا المطافئ لكن سكان تلك الشقة التي حصل فيها حريق بسبب داك الحريق جاء الإطفاء وكانت الإطفاء يحاولون يعني تجهيز الأمور الخاصة بالقفز والإنقاذ لكن لم يستطع سكان تلك الشقة الانتظار أكثر فقفزوا من الطابق العالي للأسف هو توفية أيضا لم تذكر الشرطة الألمانية ولم يذكر الإطفاء ما هي جنسيتهم وما هي الأسباب التي أدت إلى حصول هذا الحريق وهل رجل أو امرأة لم يذكروا ولا شيء قالوا فقط شخصين الأمر متعلق فقط أصدقائي بشخصين وقالوا بأن الحريق حصل في الدور الثاني عشر وقفزا كما قلت لكم من الشقة للأسف تعزنا الحارة إلى أسرهم ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر تتكلم عنه الصحفة الألمانية وتناقشه لإمرأة كما قالت الصحفة الألمانية هذه المرأة مسلمة وهذه المرأة تلبس النقاب النقاب هو تغطية الوجه وفقت العينين هم من يظهر وهذه المرأة قالت بأنه حسب القانون قانون السير في ألمانيا ممنوع على الشخص الذي يغطي وجهه سياقة السيارة فهذه المرأة رفعت دعوة وتوجهت إلى المحكمة الإدارية وطلبت بنوشتات وطلبت إلغاء هذا الأمر وسمح لها بالسياقة بالنقاب يعني سمح لها بالسياقة مع تغطية الوجه المحكمة الإدارية بنوشتات رفضت هذا الطلب وقالت ممنوع حسب القانون الألماني أو حسب قانون السير ممنوع السياقة لشخص يغطي وجهه ولا تعرف هويته وقالت أيضا المحكمة بأن هذا الأمر قرار منع تغطية الوجه لا يتعرض مع الدستور الألماني وقالت أيضا هذا القرار أيضا ليس يعني ليس له علاقة أيضا بالحرية الدينية لأنه مسموح بالقانون الألماني أن المرأة المحجبة أن تسوق السيارة وقالوا أن نحن لا نتكلم يعني هم قالوا بأنهم لا يتكلمون على الحجاب الحجاب مسموح للمرأة المحجبة أن تسوق السيارة وهم قالوا المرأة المناقبة غير مسموح لها بالسياقة السيارة لأمور يمكن استغلالها قالوا من عند بعض الأشخاص مثلا المجريمين الذين يهربون من العدالة لو سمح بهذا الأمر ممكن أيضا أن يتخفون ويسوقون أيضا السيارة أيضا الشرطة عندما تعمل كنترول وتعمل مراقبة فقالوا الشرطة يجب أيضا أن تعرف من هو هذا الشخص الذي يسوق السيارة هل هو هارب من العدالة هل هو قاتل هل هو مجرم هل هو مغتصب هل هو إرهابي فلذلك لا يرغبون بالسماح بالسياقة بالنقاب لأنه ممكن أيضا استغلاله من عند بعض الخارجين عن القانون وهكذا يفلتون من العدالة قالوا أيضا من أجل سلامة وقانون السير إذن السياقة في ألمانيا بالنقاب ما زالت ممنوعة لكن الأمر كما قلت لكم لا يتكلم نهائيا على الحجاب هنا فقط على النقاب لأن مرأة منقبة قالت بأنها تحس بالإقصى لأنها منقبة وترغب أن تسوق بالنقاب وقالوا لها بأن هذه يعني المرأة المنقبة هذا الأمر ليس له علاقة بحريتها الدينية لأن هذا الأمر له علاقة بقانون السير وهو بمرحلة فقط داخل السيارة فقط داخل السيارة يعني لا يجب تغطية الوجه بالكامل فقط داخل السيارة أما خارج السيارة قالوا الأمر لا يتكلمون عنهم يتكلمون فقط عن السياقة بتغطية الوجه كما قالوا آخر موضوع أصدقائي عن الإزدحام الشديد الذي يمكن أن تعرفه الطرق الألمانية يوم السبت ويوم الأحد يعني سيكون هناك شطو كبير جدا بمجموعة كبيرة من المدن الألمانية السبب وهو بداية العطلة المدرسية في بايرن وبداية العطلة المدرسية في بادن فيوتنبرغ يعني مجموعة كبيرة الآن من سكان بايرن ومن سكان بادن فيوتنبرغ سوف يسافرون سيستعملون الطرقات إضافة إلى ذلك اقتربت نهاية العطلة المدرسية بمقاطعة شمال الرين فيستفال لذلك مجموعة من الناس سوف يرجعون إلى بيوتهم أو إلى مقاطعتهم وبذلك يتوقع بأن يكون هناك ازدحام شديد جدا يوم السبت وازدحام شديد جدا يوم الأحد لذلك من عنده صفرة يوم السبت أو عنده صفرة يوم الأحد بالطريق الأوتوبان الطريق السيارة السريع فلينتبه إلى قانون يعني ينتبه أيضا إلى جي بي اس فلينظر إلى جوجل ماب فلينظر إلى الخرائط إلى آخره لأنه ممكن أن يكون هناك ازدحام شديد بالطرقات نتمنى السلامة للجميع شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء